موسيقى حوار الليلة مع مهند الخطيب الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي السابعة بتوقيت جرينيج حوار الليلة من سكاي نيوز عربية ونتابع فيه ناجات اللواء خليفة حفتر من محاولة اغتيال في ليبيا ولكن من يدعم حفتر ومن هؤلاء الذين تصفهم وسائل الإعلام بالمتشددين الذين يهيمنون على ليبيا منذ ثلاث سنوات لا يوجد كثيرون حتى بين الليبيين أنفسهم يفهم ما يجري هناك إذ تطالعنا الأنباء كل يوم باسم شخص أو جماعة لا أحد يعرف من يقف وراءها آخرها كان اللواء خليفة حفتر الذي يقود ما يعرف بالجيش الوطني الليبي والذي بدأ بشن حرب على ما يسميها الجماعات المتشددة فمن يقف وراء حفتر الذي نجى اليوم من محاولة اغتيال ومن يدعم هذه الجماعات التي يسميها بالمتشددة والتي تهيمن على ليبيا منذ ثلاث سنوات نتابع أيضا في الجزء الثاني من حوار الليلة جون كاري في بيروت على وقع الانقسام حول اختيار رئيس جديد للبنان فهل يبدد وزير الخارجية الأمريكي الخلافة بين فرقاء السياسة اللبنانية يعيش لبنان اليوم فراغا دستوريا بعد انتهاء مدة ميشيل سليمان وعدم انتخاب بديل له فالخلافات لا تزال واسعة بين خطي السياسة اللبنانية الثامن والرابع عشر من أذان فكل فريق يريد مرشحا يقبل بأفكاره وتوجهاته بدون التوافق على اسم محدد زيارة وزير الخارجية الأمريكية المفاجئة اليوم لبيروت جاءت في خضم هذا الجدل فهل تساعد زيارة كاري في حال حالة الأمور بين الفرقاء اللبنانية قبل ان نبدأ النقاش هذا موجز من الانباع اوصى الرئيس المصري المؤقت عدل منصور خلفه المنتخب عبد الفتاح السيسي بحسن اختيار معاونيه في الفترة القادمة واحذر منصور في كلمة وداعية للشعب المصري ممن سماهم بجماعات المصالح التي تستغل المناخ السياسي الجديد كما شكر الدول التي وقفت إلى جوار مصر فاز بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية السورية بحصولها على أكثر من ثمانية وثمانين في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية واعلن رئيس مجلس الشعب النتائج مشيرا إلى أن منافسي الأسد لم يحصل كل منهما سوى على ثلاثة في المائة من الأصوات مددت الأمم المتحدة عمل البعثة الدولية لتدمير السلاح الكيماوي السوري ثلاثة أشهر وقالت رئيسة البعثة سيجريت كاغ إنه لا يزال هناك سبعة في المائة من الكيماوي السوري داخل البلاد وأن البعثة الدولية تسعى لإخراجها بشكل آمن قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إنه أصيب بجروح طفيفة جراء محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة الأبيار ببنغازي شرقية ليبيا وأتعهد حفتر برد قوي ضد من سماها بالجماعات المتشددة التي تهيمن على مقدرات ليبيا منذ أكثر من ثلاث سنوات سنتابع قضية الوضع في ليبيا بمزيد من التفصيل بعد قليل في الجزء الأول من حوارنا الليلة مع ضيفين رئيس حزب الاتلاف الجمهوري عز الدين عقيل والبحث السياسي صلاح البكوش دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كاري البرلمان اللبناني إلى سرعة ملء فراغ كرسي الرئاسة وتشكيل حكومة قوية لا تتأثر بالخارج وأشار كاريخ لنزيارة مفاجئة للبنان إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم مؤسسة الجيش لضمان أمن البلاد وخاصة الحدود أعلنت وزارة الدفاع اليمنية التوصل لاتفاق وقف فوري لإطلاق النار بين الجيش اليمني والحوثيين بمحافظة عمران كما أفاد مرسلنا في صنعاء بسقوط قتلى وجرحة في الاشتباكات التي اندلعت في وقت سابق بين الجيش والحوثيين في المحافظة نفسها طلب حاكم ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في تركيا بنشر قوات عسكرية إضافية لمواجهة ما يعتبره ازدياد أنشطة حزب العمال الكردستاني وقد فرق الجيش التركي بالغاز المسيل للدموع متظاهرين أكراد كانوا يحتجون على خطط بناء ثقنات عسكرية جنوب شرقي البلاد كانت هذه إبرز الأخبار نتابع الآن الجزء الأول من حوار الليلة الوضع في ليبيا على ضوء محاولة الاغتيال الفاشلة ضد اللواء خليفة حفتر موضوع الجزء الأول من حوارنا هذه الليلة ورحب من جديد بضيفينا من طرابلس معنا رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل ومعنا أيضا الباحث السياسي صلاح البكوش أذكركم أن بإمكانكم أيضا أن تشاركوا معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ عز الدين سأبدأ معك مساء الخير بداية ما الذي يجري اليوم في ليبيا؟ يعني البعض يتساءل من الذي يملك الشرعية اليوم هناك ثلاث رؤساء للحكومات كل منهما يدعي الشرعية وهناك اللواء خليفة حفتر يقول بأنه يحارب الجماعات المتشددة هناك جماعات تسمي نفسها بكتائب الثوار تريد أن تحافظ على الثورة في ليبيا هناك مؤتمر وطني عام انتهت صلاحيته منذ فترة من يملك الشرعية اليوم في ليبيا؟ بداية أحييك يا أخي الكريم وأحيي ضيفك الكريم الأستاذ صالح وكذلك السادة مشاهدي قناتكم الحقيقة المشكل برماته وقد ربما ذكرت هذا مرارا ولا بأس من أن نعيده في أن المجتمع الدولي أقام استراتيجيته بحماية المدنيين الليبيين على استراتيجية متطابقة تماما مع استراتيجية من أحرق بيته ليحميه من اللصوص وبالتالي أعتقد أن إسقاط منظومة الأمن القومي والجيش وتشريدهم بشكل كامل من خلال الصواريخ التي أطلقتها 28 دولة التي جاءت لتحرير المدنيين الليبيين دون أن ترفق تلك الصواريخ بمشروع سياسي حقيقي يكون قادر على بعد سلطة انتقالية قادرة ممثلة طبعا بالمجلس الوطن الانتقالي على حفظ أرواح الناس وكذلك النظام والقانون العام هو الذي خلق هذا الطوفان الكبير من المضاعفات الكبيرة ليبيا الآن هي بكل ما في الكلمة من معنى دولة فاشلة لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الدولة العملية السياسية برمتها تمت في ظل غياب جيش وهي واحدة من أغرب العمليات السياسية التي يمكن أن تتم لأن الجيش ومنظومة الأمن القومي هنا يمثلون الطرف المحايد الذي يمكنه أن يضمن عدم استخدام القوى السياسية للقوة أو للعنف أو لأي وسائل غير شرعية في الوصول إلى السلطة وكذلك هو يحمي إرادة الناس ليعبروا عنها بكل نزهة وبكل عدالة لأن كل هذا ليس موجود الحقيقة بالإضافة إلى نقطة أخرى في غاية الخطورة وهي أن 28 دولة التي هاجمت ليبيا أوعزت إلى قوة إقليمية بأن تدفع كل السلاح وكل الدعم والمؤن والأموال باتجاه جماعات مجهولة الهوية شكلت منظومة ميليشيوية فاشية هي التي تحكم البلاد اليوم وأعتقد أن هذه المنظومة ميليشيوية الفاشية ظهر لها بعد ذلك رؤوس سياسية ربما يكون هنا قد حدثت عملية استغلال مزدوجة المنظومة الميليشيوية الفاشية خاصة السياسية والانتهازية منها تريد أن تصل إلى السلطة ولو من خلال بلوغ خزائن المال العام بينما هناك تنظيمات هي ربما أكثر براعة في الشأن السياسي استغلت هذه الميليشيات وحولتها إلى أجنحة سياسية إلى أجنحة مسلحة للدفاع عن مصالحها وبالتالي دخلنا في هذا النفق المظلم الذي لم نخرج منه بعد أعتقد أن هذا هو التشخيص العام أو الملخص للمسألة طيب عوامل عدة ذكرتها أستاذ عز ولكنك تضع المسؤولية برمتها على المجتمع الدولي مسؤولية إيجاد مسار سياسي في البلاد مسؤولية إيجاد جيش ومنظومة أمنية ألا يتحمل الليبيون على الأقل جزء من هذه المسؤولية لا ألا يتحمل الليبيون إطلاقا عندما تدفع بفيروس إيدز في المنظومة الدموية لإنسان وإصاب الإيدز فإنه ليس أمامك إلا أن تساعده على أن يخرج من مضاعفات ذلك المرض عندما ضربت بشكل كامل منظومة الأمن القومي والشرد الجيش أعتقد أن الليبيون باتوا في وضع عاجز وعاجز جدا عن مساعدة أنفسهم للأسف الشديد حتى هوية الدولة نفسها سقطت اليوم العرب يعتبرون أن دولة ليبيا دولة عربية وربما لن يتنازل عن ذلك الأمازيغ والتبو والتوارق يعتقدون بأن الدولة العربية قد ودعت وأن ليبيا لن تكون عربية بعد ذلك الأطراف الانفصالية أو الفيدرالية أقاموا مؤسساتهم وبدوا يتعاملون مع ليبيا باعتبارها دولة اتحادية أو فيدرالية في أفضل الظروف الأطراف الأخرى تعتبر بأن ليبيا هي دولة مندمجة السلطة السياسية نفسها تتعامل على هذا الأساس العلمانيين يعتقدون بأن الفصل بين الدين والدولة قد بات أمرا واقعا وأنهم سيسعون إليه بقوة الإخوان المسلمين يعتقدون بأن إقامة دولة الخلافة قد بات قريب جدا وأن تحقيق هذا الحلم صار بين أيديهم الجماعات المتطرفة جدا التي تحتل مدينة درنة تعتقد بأنه بإمكانهم أو صار بمقدورهم استنساخ تلك الدولة التي أقامها بن لادن في تسعينات القرن الماضي في أفغانستان الأمازيغ أيضا كما قلت لهم تطلعات ثقافية كبيرة وللأسف الشديد كل طرف من هؤلاء الأطراف يقوده الأطراف الأشد تشددا بين فئته وبالتالي وجدنا هذا التصدع الكبير الذي يصعب جدا دون تدخل من المجتمع الدولي ودول المنظومة الإقليمية في مساعدتنا على الخروج من هذا النفق أستاذ صلاح مساء الخير بداية مرحبا بك معنا في الحوار ما رأيك تشخيص تفصيلي وضعه الأستاذ عز الدين حول ما يجري اليوم في ليبيا حمل المجتمع الدولي مسؤولية الدولة الفاشلة التي آلت إليها ليبيا اليوم ما رأيك أولا دعني أعلق على المقدمة التي تفضلت بها والتي قلت فيها حرفيا أن المؤتمر الوطني أنتهت ولايته وكأنها حقيقة وليس هناك شيء من هذا القبيل وأنا أعرض عليك الاستشارة القانونية للأمم المتحدة والتي تقول أن المؤتمر لم يسقط وأن يجب انتقال السلطة سلبيا إلى البرلمان القادم هذه هي الاستشارة القانونية التي قدمتها الأمم المتحدة وقدمها السيد طارق متري في خمس اجتماعات متتالية عقدها مع جميع تاريخه إمتى هذا الكلام؟ هذا تاريخه من أربعة أشهر من أربعة أشهر ومازال سل المفهول برأيك لأن الإعلان الدستوري واضح ليس فيه حاجة اسماها سبعة أثنين هذه هي الاستشارة القانونية التي نعتمد عليها ولا نعتمد على استشارة قانونية من محطة تلفزيونية أنا لم أقدم لك استشارة قانونية أنا قدمت مقدمة الكثير من الناس في ليبيا اليوم يعتبرون هذا المؤتمر منتهي الصلاحية هذا ليس رأيي وليست استشارة قانونية وأنت لديك الاستشارة كما هو واضح التي صدرت قبل أربعة أشهر وما زلت تعتد بها على كل حال التشخيص الذي على كل حال التشخيص الذي تقدم به الأستاذ متفضل به السيد عز الدين عقيل متفضل به السيد عز الدين عقيل كلمات كبيرة الميليشيوية الفاشية الأيدز ولكن هذه المقولات ليس لديها ساقين من المنطق تقف عليهم التحليل كلها والتحليل الدولية من منظمات المستقلة ومنظمات المتحدة والدول الأخرى في أوروبا تقول أنه لم يكن هناك جيش والليبيين كلهم يعرفون ذلك وأعضاء الجيش يعرفون ذلك كانت هناك كتائب أمنية بقيادة أفراد عائلة القدافي لم يكن هناك جيش هذا أولاً يجب أن نلقي اللوم على عاتق الدول الأجنبية أنها حطمت جيش لم يكن هناك جيش منذ انتهاء حرب شاد ثانياً ما يحدث في ليبيا الآن هو صراع على السلطة صراع على السلطة بين أناس كانوا يعتقدون أنهم سيتحكمون في السلطة ولكنهم فشلوا في ذلك بالرغم من أن ذلك الطرف والذي منه السيد عقيل كأعلنوا بعد انتهاء الانتخابات المؤتمر الوطني العام اكتساح الليبراليين للمؤتمر الوطني العام بناء على حصول كتلة السيد محمود جبريل على أكبر نسبة من المقاعد داخل المؤتمر ولكنهم فشلوا في إدارة العملية السياسية السيد عقيل الذي دخل انتخابات المؤتمر الوطني في دائرة السوق الجمعة ثم دخل بعد ذلك في انتخابات لجنة الستين في دائرة طرابلس وفشل في الحصول على أكثر من 2% من الأصوات يريد الآن أن يقنعنا بأن تلك العملية كانت كلها ضباب وأن الآن يجب أن نتكي على السيد حفتر ونلجأ إلى الانقلاب العسكري فربما ذلك سيأتي بناء إلى السلطة هذا هو الوضع في ليبيا نحن لا ننسى تجربة العالم العربي وتجربة العالم الثالث منذ خروج الاستعمار الأوروبي من أكثر من نصف قرن وتجربتنا مع العسكر العسكر الذين أتوا أتوا لتونس والجزائر وليبيا ومصر والسودان وسوريا واليمن تجربتنا معهم واضحة ولا نستطيع أن ننساها السيد حفتر اشترك في انقلاب 69 وأتوا باسم إزالة حكم رجعي وإنهاء الفساد والتاريخ يقول ما يقوله عندما أتوا أولاك العسكر العسكر وجتموا على صدورنا لمدة 42 سنة هذا هو الواقع نعم ولكن أيضا الواقع السيد صلاح إذا سمحت لي يعني قبل أن يأتي السيد حفتر أنت تتحدث عن العسكر العسكر في كل أنحاء ليبيا ليس بالضرورة أن يرتدي العسكري زي عسكري بل يكفي أن يحمل سلاحه ويفرض رأيه بقوة هذا السلاح وهذا ما كان يجري في ليبيا قبل أن يأتي السيد حفتر يا سيدي ليس لديك أو لدى أي شخص آخر دليل موثق بأن المسلحين فرضوا رأيهم لقد جاءت الانتخابات انتخابات المؤتمر الوطني حرة ونزيهة بشهادة الجميع حتى الذين سقطوا في تلك الانتخابات لم يقدموا أي طعونا فيها ثم أتت انتخابات لجنة الستين ثم أتى المؤتمر الوطني والآن الانتخابات البلدية ليس هذا هو الشيء المهم الآن في ليبيا ما يهمنا الآن هو هل سنستمر على الطريق الديمقراطي الدستوري ونتخذ هذه الخطوات أم أننا سننكفي إلى الوراء إلى أول حل سريع يقدمه لنا العسكر الواقع أن الطرف الآخر الذي الآن ينادي بعملية الكرابة ومحاربة الإرهاب هذا الطرف منذ شهرين تحصل على ما يريده ووافق المؤتمر الوطني على إجراء انتخابات سريعة هذا هو الواقع وقررت الانتخابات في 25 من هذا الشهر ولكنهم الآن يرفضون هذه الانتخابات هذا هو الواقع أنا سألت الأستاذ عقيل قبل قليل سؤال في بداية الحوار من يملك الشرعية اليوم في ليبيا أستاذ صلاح هل لديك إجابة؟ من يملك الشرعية اليوم في ليبيا هو المؤتمر الوطني العام الذي تم انتخابه في 7-7-2012 وعندما تجري الانتخابات في 25 من هذا الشهر ستنتقل هذه الشرعية سلميا وتتداول إلى البرلمان القادم الحكومات الحكومة السيد معيتيك انتخبت حسب الإعلان الدستوري الإعلان الدستوري يقول بالحرف الواحد التعديل السابع الصادر في مارس من هذا العام يقول أن تحتاج إلى 120 صوت لإعلان السلم والحرب واعتماد الميزانية وإقالة رئيس الوزراء وإقالة رئيس المؤتمر ثم يأتي في النقطة التاسعة ويقول ما عدد ذلك يحتاجه إلى أغلبية بسيطة ففي الواقع السيد معيتيك كان رئيسا للوزراء منذ الجولة الأولى ولم يكن يحتاج إلى 110 صوت أو 113 صوت أو 121 صوت هذا هو الواقع وهذا أعتقد ما ستحكم به المحكمة الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا أستاذ عز الدين ما رأيك يعني الذي قال الأستاذ صلاح كلام منطقي هناك مؤتمر وطني منتخب تم تعيين السيد معيتيك أو تكليفه بحسب الإعلان الدستوري ما يجري في ليبيا هو صراع على السرطة بين طرف فشلة في إدارة البلاد كما قال السيد صلاح وبين طرف آخر والآن الحل السريع الذي يحاول العسكر أن يقدمه من خلال اللواء حفتر هو حل غير صالح ما رأيك بكل هذه الأمور بداية دعني أجيب على أن ربما ضعف حجة السيد صلاح جعلته يسعى مباشرة ويتجه إلى شخصانة الأمور أنا لا أدري من أين جاء بأنه ضمن إلى الليبراليين وقال بأنني منهم أولئك الذين فازوا بالأغلبية كما قال أولا في ليبيا لا يوجد الليبراليين على الإطلاق ربما يوجد علمانيين يتمتعون بالعمل على قيمة فصل الدين عن السلطة إن كانت هذه يمكن اعتبارها قيمة أما الليبراليين بمفهوم بمفهوم مارثل لوتر كينغ أو غاندي أو منديلا فلا أعتقد أن هؤلاء موجودين نحن ليس لدينا الليبراليين على الإطلاق بالإضافة إلى أنني لست منهم ولم أكن يوما لا في التحالف ولا في غيره كذلك أعتقد أن المشاركة في انتخابات للمؤتمر الوطني العام كانت محاولة مبكرة على ها يمكن أن تكون مشاركة من المشاركات لمساعدة الأمة على صياغة شكل الدولة قبل أن يصل إلى هذا المؤتمر من وصلوا وذهبوا به إلى المصير الذي ذهبوا به الآن فيما يتعلق بمسألة انتخاب السيد عتيق أعتقد بأن المهزلة التي ظهرت بها الجلسة التي خرج فيها الرجل من خلف الكواليس وكأنه كان يعد الشاي لأعضاء المؤتمر لكي يقسم اليمين القانونية في ذلك اليوم بصورة مبكرة ومخالفة للتقاليد الديمقراطية بالإضافة إلى ما شهدناه من محاولات فرض القوة سواء بمنح الثقة للحكومة أو بتمكينها من مقار الحكومة أعتقد أن هذا واضح وكل الناس لاحظته بالنسبة لمسألة الجيش أعتقد بأن الرجل قد تجنى بشكل كبير ربما لأنه كان يعيش خارج ليبيا أنا لا أعرف تاريخه تحديدا ولكن أنا أعرف بأن هناك الآلاف من الشباب الذين وجهوا عنوة كانوا من أصدقاننا ومن أصحابنا ومن جيراننا إلى الكليات العسكرية وأنهم قد دخلوا كليات عسكرية في غاية التطور سواء في ليبيا أو أرسلوا في دورات إلى اليونان وإلى روسيا وإلى إيطاليا وإلى الولايات المتحدة وإلى ألمانيا كذلك كانت هناك عدد من الثانويات الفنية التي خرجت الآلاف من ضباط الصف حتى بالنسبة للكتائب نحن استخدمنا صيغة كتائب فقط لنهاجم القدافي أو لنقلل من شأنه بينما كانت تلك الكتائب هي عبارة عن قوات الحرص الجمهوري الموجودة في كل دول العالم والتي تحمي عادة المؤسسات الرئيسية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أعتقد أن ما يجري الآن لا يهمنا إن كان عتيق قد جاء بالقوة لأن هذا الأمر نعم معيتيك وليس عتيق لا أعتقد أن هذه نقطة خلاف الأمر واضح وجلي وأن هناك تيار بعينه أعتقد أن السيد صالح هو الذي ينتمي إلى ذلك التيار لا أنا الذي أنتمي إلى تيار الإسلام السياسي أعتقد أن هذا التيار استخدم القوة والمغالبة وأعتقد أنه أمام جولة قريبا جدا سنرى بعد ساعات قليلة عندما يصدر القضاء حكمه بخصوص إذا ما كانت إذا ما كان انتخاب عتيق هو فعلا قانونيا أم لا وإذا ما كانت الإجراءات التي اتخذت فيما بعد هي إجراءات قانونية أم لا بالإضافة إلى ما سمعته من أمر مؤسف اليوم في أن أن هناك آليات عسكرية تقيلة موجودة في المحكمة ربما تؤثر على حكم القضاء وهذا أمر مؤكد ربما شاهدته بأم عيني وأعتقد أن الأمور بينة وواضحة ولا مجال للحديد التفصيلي فيها أعتقد أن كل الأمة تتحدث فيما رأت من عيب في العملية السياسية التي جرت مؤخرة والتي أفرزت رئيس الحكومة الحالية أستاذ صلاح في مثل هذه الأزمات التي تحصل في الدول خاصة في الدول الانتقالية يعني القضاء يتدخل ليحسم ويفصل في هذه الأمور حتى لا تترك الأمور وتعم الفوضى لماذا بقي القضاء الليبي متفرجا طول هذه الفترة بدون أن يتدخل ويحسم الأمور يا سيدي أولا دعني أقول للسيد للسيد عقيل أنا لست من التيار الإسلامي وقلتها مرارا وتكرارا أنا لبرالي للنخاع وأفتخر بذلك ربما يخشل بعض أن يقول ذلك ونعم لقد عشت في الولايات المتحدة لمدة أكثر من 30 سنة وأجد من المضحك أن يقارن كتائب خميس وكتائب السعدي بحرس الرئيس الأمريكي يعني هذا شيء مضحك للغاية ثانيا ثانيا لم يذهب هؤلاء الأشخاص كما لم يذهبوا إلى المحكمة الدستورية لكي يطعنوا في قصة انتهاء المؤتمر لم يذهب أحد إلى المحكمة الدستورية للطعن في ذلك ولكنهم روجوا لانتهاء المؤتمر ولم يذهب أحد الآن ذهب بعض الأعضاء بعد أسبوعين ذهبوا إلى الدائرة الدستورية وقدموا طعنا وكان والطعن عبارة عن طعن في الإجراءات الإجراءات الانتخاب وليس في الإعلان الدستوري أو عدم الدستورية ولذلك سنرى ما يحدث في البحكمة الآن الآن يا سيدي الوضع في ليبيا نحن في فترة ما بين الثورة والدولة في منطقة رمادية وهي منطقة خطيرة جدا لا هي هو الوصف الصحيح إذا بالدفله إلى الدولة إنزح ما بين الثورة والفوضة لا علاقة للدولة بما يجري اليوم في ليبيا أقول ما يجري اليوم في ليبيا أنت وصفت بأنه ما بين الثورة والدولة ما يجري اليوم في ليبيا لا علاقة له بأي شكل من الأشكال بأي مقوم من مقومات الدولة هو أقرب إلى الفوضى وليس إلى الدولة يا سيدي التقارير الدولية تقول أننا في ليبيا بعد 17 فبراير ورثنا دولة بدون مؤسسات لا توجد مؤسسة في الدولة الليبية صحة تعليم جيش إسكان تشتغل بأي درجة من الكفاءة هذه هي المشكلة كان أشخاص يديرون دولة دولة لها شكليات الدولة لها جواز سفر ولها مندبين في المنظمات الدولية ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء ونحن الآن نمر بهذه الفترة العصيبة وأمامنا خيارين واضحين كحد السيف هذين الخيارين إما أن نمضي أماما على هذا الطريق الوعر والصعب ونؤسس إلى دولة ديمقراطية مدنية ذات مؤسسات أم أننا ننكفي عندما نواجه أول صعوبة ونلجأ إلى الرجل القوي القائد المعلم كما كان الجدف دعونا نشرك بعض السادة المشاهدين بعثوا بمساهمات في هذا الحوار سمير سقر يقول ليبيا لن تستقر سياسيا إلا إذا تمت محاربة الإرهاب الذي يشكل خطرا على دول الجوار سماح بطراوي تقول ليبيا من سيء لأسوأ ولكل أجندته الخاصة ولا مكان لليبيا في قلوب المتنازعين عبد السلام الشافعي يقول الحل العسكري هو السبيل الوحيد للقضاء على المسلحين لأنهم لا يفهمون إلا لغة السلاح محمد مبروك يقول بنغازي قلب ليبيا إذا استقرت فيها الأوضاع استقرت في عموم البلاد هاني الجبلي يقول ما هو دور التدخلات الخارجية في تطور الأوضاع في ليبيا رفيف الترهوني يقول ليبيا بسبب انتشار السلاح والإرهاب تريد شخصا عسكريا يحكمها حامد السوداني يقول حل أزمة ليبيا في كتابة الدستور أولا ويستفتع عليه الشعب وبعدها انتخابات المؤتمر الوطني أخيرا علي عويس يقول تكوين جيش قوي وشرطة قوية وإبعاد الأحزاب السياسية المؤدلجة أستاذ عز الدين في الدقيقتين المتبقيتين أولا رد ربما على بعض النقاط التي أثارها الأستاذ صلاح ومسألة الخيارات المطروحة الآن أمام الشعب الليبي كما قال الأستاذ صلاح إما المضيف في هذا الدرب الصعب ووصول إلى الدولة في نهاية المطاف أو الانكفاء بعد أول صعوبة تمر بها البلاد أعتقد أن صاحبك معبى بنفس الترهات التي يسر عليها التيار الإسلام السياسي وهي محاولة إرهاب الناس وفرض الآراء بالقوة وأعتقد أنهم قد بلغوا مرحلة ربما سيجرون فيها البلاد بكل ما في الكلمة من معنى إلى حرب أهلية أعتقد لا يفصلنا عن ذلك سوى سويعات حتى نسمع رأي القضاء وبعد ذلك قد ينطلق الطرف الآخر ويحاول أن يمحو كل هذا الذي وضع بالقوة ليبيا الآن محكومة بمنظومة ميليشيوية الفاشية أو جدا؟ أعتبر رأيك القضاء سيقول كلمة مخالفة لرأي المجموعة الأخرى أصدر؟ هذا إذا ما حصل ذلك ولكن أعتقد أن القضاء الآن يتعرض لضغط شديد حتى يكون قراره مواتيا للجماعة التي سيطرت الآن على السلطة بشكل كامل ورفعت مكون العنف بشكل كبير الآن في العملية السياسية نفسها أعتقد كما قلت لك ليبيا هي محكومة الآن بالمنظومة الميليشيوية الفاشية وربما يجيبني ضيفك من يحتل مطار ترابلس من يحتل قاعدة معيتيقة من يحتل المنافذ الدولية لليبيا من يحتل الحدود الدولية لليبيا من يتحكم الآن في المواني والحقول النفطية كي نعرف أن هذه المنظومة الميليشيوية هي كلمات لا ساقين لها وأنها كلام فاضي فليقول لنا من الذي يحكم ترابلس من هذا الذي يهاجم المؤتمر الوطني العام ويهين أعضائه عضوا عضوا من هذا الذي خطف السيد جدان من هذا الذي خطف السيد أبو سهمين وحمله وأجرى معه تحقيقا مهينا لا يليق حتى برئيس قسم لا برئيس دولة لنوتي أسيد صلاح المجال الإجابة لدينا حوالة دقيقة وتبقي أستاذ صلاح إجابة على بعض هذه التساؤلات هناك أطراف مسلحة في ليبيا وحسب تقرير لوزارة الخارجية الألمانية تقول أن هناك ثوار وهناك أناس حملوا السلاح بعد التحرير لحماية مدنهم وقراهم وحياهم وهناك من حمل السلاح لتأسيس عصابات إجرامية ما يقوله السيد عقيل عن من يحتل مطار ترابلس الذي يحتل مطار ترابلس هم القعقاع والصواعق والذين هم الآن متحالفين مع اللواء حفتر وهذا ما صرح به اليوم السيد الناطق الرسمي باسم حفتر أن لدينا خطة للتحكم في طرابلس والتحكم في المؤتمر الوطني العامل من يحتل درنا؟ من يحتل بني غازي؟ من يحتل درنا جماعات متطرفة ومن يصنع الإجرام والقتل والتفجير في بنغازي جماعات مختلفة منها جماعات متطرفة دينية وجماعات لها ترابل إذن المنظومة الميليشيوية هي التي تحكمها من السلطة؟ نعم نحن نتفق أن ليس لدينا منظومة أمنية لقد سيل المصرف المركزي حسب تقرير ديوان المحاسبة تمانية مليار لوزارة الدفاع ذهب تسع وعشرين مليار منها للبريد و67 مليون للكهرباء ولم يتبقى منها سوى 800 مليون لإعداد الجيش وتدريبه وتزويده بالأسلحة هذه هي المؤسسات الليبي بالأسف أستاذ أستاذ صلاح الوقت انتهى وفي أي لحظة سنفقد الاتصال بالأخبار الاصطناعية أودا أشكر الأستاذ صلاح البكوش لا أبرر يا سيدي أنا أوصف الوضع وهو وضع ما بعد الصراع في أي دولة أخرى شكرا لك الأستاذ صلاح البكوش الباحث السياسي كان معنا من طرابلس وشكرا أيضا لضيفنا من طرابلس الأستاذ عز الدين عقير رئيس حزب الائتلاف الجمهوري تتابعونا في الجزء الثاني من حوار الليلة جون كاري في لبنان على وقع احتدام الجدل حول اسم المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية أعلن رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام فوز بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية السورية بحصوله على أكثر من ثمانية وثمانين في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية وأشار اللحام في بيان رسمي إلى أن منافسي الأسد لم يحصل كل منهما سوى على ثلاثة في المائة من الأصوات قالت مفاوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس إن الأوضاع الميدانية في سوريا معقدة جدا وأشارت أموس إلى وجود صعوبات كبيرة في إدخال المساعدات إلى سوريا كما أكدت أن إدخال المساعدات إلى سوريا يتطلب موفقة جميع الأطراف الموجودة على الأرض أوصى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلفه المنتخب عبد الفتاح السيسي بحسن اختيار معاونيه في الفترة القادمة وأحذر منصور في كلمة وداعية للشعب المصري ممن سماهم بجماعات المصالح التي تستغل المناخ السياسي الجديد كما شكر الدول التي وقفت إلى جوار مصر دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري البرلمان اللبناني إلى سرعة ملء فراغ كرسي الرئاسة وتشكيل حكومة قوية لا تتأثر بالخارج وأشار كيري في زيارة مفاجئة للبنان إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم مؤسسة الجيش لضمان أمن البلاد وخاصة الحدود سنتناول موضوع الرئاسة اللبنانية على وقع زيارة كيري لبيروت بمزيد من التحليل في الجزء الثاني من حوارنا لهذه الليلة مع ضيفين من بيروت الصحفي والباحث السياسي قاسم قصير ومن الرياض أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود محمد الحارفي في ليبيا قتل مسلحون مايكل جونز مدير فراع الصليب الأحمر الدولي في مصراتة بمدينة سيرت الليبية عقب خروجه من مكتب الهلال الأحمر في سيرت طلب حاكم ديار بكر ذات الأغلبية الكردية في تركيا بنشر قوات عسكرية إضافية لمواجهة ما يعتبره ازدياد أنشطة حزب العمال الكردستاني وقد فرق الجيش التركي بالغاز المسيل للدموع متظاهرين أكراد كانوا يحتجون على خطط لبناء ثقنات عسكرية جنوب شرقية البلاد كانت هذه أبرز الأخبار نتابع الآن الجزء الثاني من حوار الليلة جون كاري وحسم الخلاف حول الرئاسة اللبنانية موضوع الجزء الثاني في حوارنا لهذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا معنا من بيروت الصحفي والباحث السياسي قاسم قصير ومعنا من الرياض أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الحارفي أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقع عينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ قاسم سأبدأ معك مساء الخير بداية جولة أو زيارة مفاجئة للسيد كاري للبنان ولقاءات سريعة ما الذي يمكن أن يقدمه هل يحمل شيء جديد السيد كاري في جعبته من شأنه أن يسرع في عملية انتخاب الرئيس برأيك طبعا لابد من إشارة بالبداية أن وزير الخارجية جون كاري لم يكن في مخطط زيارته إلى المنطقة زيارة لبنان لكن حسب المعلومات أن السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل هو الذي ألح على وزارة الخارجية على وضع لبنان من ضمن مخطط الزيارة أي أن الزيارة كانت مفاجئة حتى أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لم يكن بانتظار وزير الخارجية الأمريكي لأنه كان على موعد لزيارة الصين وهو غادر لبنان أمس ليلا لذلك الزيارة هي نوعا من ملء فراغ أكثر منها ضمن خطة معينة لدى الإدارة الأمريكية لتحريك ملفات معينة ولحظنا أن المواقف نعم ولكن ليس من عدد وزراء الخارجية الأمريكان أن يذهبوا لملء الفراغ لا يذهبوا في هذه الجولات لملء الفراغ إلا إذا كان هناك رسالة معينة مبادرة معينة فكرة معينة يرغبون في طرحها أو شرط معين يرغبون في طرحه على نظرائهم يعني من يستمع اليوم إلى وزير الخارجي الأمريكي كان يستمع كأنه لمن يقدم نصائح وليس هناك رؤية معينة هو تحدث بشكل كبير عن موضوع اللاجئين السوريين وعن دعم الأمريكي للاجئين السوريين أكثر مما تحدث عن القضايا اللبنانية الأخرى باستثناء موضوع الأمن الذي ركز عليه لأنه يبدو أن الأمن في لبنان يأخذ أولوية موضوع الرئاسة والانتخابات الرئاسية أشبه كان بنصيحة ونحن حسب معلومات متوفرة لدينا أن الأمريكيين ليس لديهم خطة معينة في كيفية ملء الفراغ الرئاسي أو إيجاد حوار مثلا لبناني لبناني أو إقليمي لملء الفراغ لذلك كانت مواقف الأمريكية نوع من نصائح أكثر منها رؤية أو تصور معين حسب ما برز من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارة الرئيس تمام السلامة سأنتقل إلى ضيفي من الرياض الدكتور محمد الحارثي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود مساء الخير دكتور مرحبا بك معنا برأيك ما الذي يمكن لواشنطن أن تقدمه في هذه المرحلة لحلحلة مسألة انتخاب الرئيس في لبنان دائما في لبنان كما نعلم الأطراف الخارجية الإقليمية الدولية هي التي تحدد الرئيس وهي التي تحدد متى سينتخب الرئيس وليس الأطراف الداخلية هل هذه المرة الموضوع مختلف إلى حد ما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أستاذ مهند ومشاهديك الكرام وكذلك الزمين الضيف في الحقيقة مثل ما تفضلتم الساحة اللبنانية والسياسة اللبنانية أصبحت تتمحور حول التوافق المحلي والداخلي ثم التوافق الإقليمي ثم التوافق الدولي للأسف نتيجة للخارطة السياسية اللبنانية مجيء الوزير اللبناني هو كأحد الأطراف المؤثرة على الساحة اللبنانية وحقيقة هو جاء لحمل أكثر من رسالة للداخل اللبناني وكذلك للقضايا الأمنية مثل ما تفضل الضيف لأنه أمن لبنان واستقرار لبنان مهم لاستقرار المنطقة والآن المنطقة العربية للأسف تمر بمرحلة حرجة من تاريخها هناك عدم استقرار في لبنان نتيجة لشغور أو خلوة الرئاسة وكذلك على الجوار هناك آثار الوضع في سوريا يؤثر على لبنان والوضع في لبنان كذلك وتدخلات من جانب بعض الفرقاء وتحديدا حزب الله في الداخل السوري جعل الأوضاع متوترة بشكل كبير جدا داخل الترتيبات الداخلية اللبنانية كنا نود أن يكون الحوار ويكون اللقاء وتكون التفاهمات هي لبنانية بامتياز لكن نتيجة للمعطيات التي ذكرتها أصبح هناك جزء من الاعتراف بضرورة أن يكون هناك توافق أولا إقليميا ثم توافق دولي لكي ينعكس على الترتيبات المحلية والداخلية من قبل الفرقاء اللبنانية طيب أستاذ قاسم هل هناك توافق في هذه المرحلة على مسألة الرئيس أو دعني أسألك السؤال بشكل آخر ما الذي يعيق انتخاب رئيسي اليوم في لبنان أولا هناك خلاف داخلي واضح لبنان منقسم عموديا بين قوة 8 أذار وقوة 14 أذار قوة 14 أذار قدمت مرشح هو الدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية القوات اللبنانية قوة 8 أذار حتى الآن لم تقدم مرشحا لأن الدكتور اللبناني لا يلزم ترشيح الشخص أو تقديم برنامجه مسبقا العماد ميشيل عون وهو الشخصية الأبرد التي تدعمها قوة 8 أذار يعتبر أن وصوله للرئاسة يتطلب توافقا داخليا وهناك حوار الآن بين التيال وطن الحر الذي يلأسه العماد ميشيل عون وتيال المستقبل حتى الآن لم ينتهي هذا الحوار ونحن نعرف أنه إذا لم يحصل المرشح على موافقة الأطراف الأساسية حزب الله حركة أمل طيال المستقبل طيال الوطن الحر لا يمكن أن ينجح لأنه بالانتخابات النيابية يجب أولا أن يكون هناك سلسي الأصوات لانعقاد الجلسة أولا ثم أن يأخذ المرشح في الجلسة الأولى سلسي الأصوات وفي الجلسة الثانية النصف زائد واحد ولا يوجد حتى الآن مرشح يستطيع أن يحصل على هذا العدد من الأصوات وهناك حوارات الآن للأسف الأطراف السياسية اللبنانية حتى الآن لم تتطفق على مرشح توافق معين أو على رؤية موحدة للانتخابات الرئاسية مما يؤدي إلى عدم حصول الانتخابات أولا لعدم اكتمال النصاب ثانيا لعدم التوافق على شخصية محددة لرئاسة الجمهورية هل المسألة بهذه البساطة أستاذ قاسم أن الأطراف الداخلية اللبنانية غير متفقة على رئيس توافقي أم أن هناك أمور أكبر من ذلك أمور لها علاقة بالإقليم لها علاقة بما يجري في المنطقة القوى الإقليمية التي تحاول فرض شروطها وكما نعلم كل فريق من الفرق اللبنانية عليه تأثير من طرف معين سواء إقليمي أو دولي هل هذا هو العامل الأساسي أم أن الخلاف الداخلي كما ذكرت هو ما يمنع انتخاب الرئيس حتى الآن صحيح أن الأطراف اللبنانية لها علاقة بأطراف خارجية لكن في هذه الانتخابات بالذات العنصر الداخلي مهم جدا لا يمكن أن يكون هناك رئيس جمهورية لا يوافق عليه العماد ميشيل عون لا يمكن أن يكون هناك رئيس جمهورية لا يوافق عليه تيار المستقبل أو حزب الله طبعا هذه الأطراف لديها علاقات خارجية حزب الله علاقته بإيران تيار المستقبل بالسعودية لكن بسبب أولا في هذه الانتخابات بالذات العوامل الداخلية تلعب دورا مؤثرة الآن ولا يوجد الآن قوة خارجية تستطيع أن تفرض على القوى الداخلية مرشح معين طبعا السعودية تمون على تيار المستقبل إيران لها علاقة وتأثير على حزب الله عماد ميشيل عون ليس لديه مرجعية خارجية الآن قوات لبنانية ليس لديه مرجعية خارجية لكن في حال اتفق الطيار الوطني والمستقبل وحزب الله على مرشح معين هذا يمكن أن يصل ويصبح رئيس الجمهورية اللبنانية أنا برأيي في هذه الانتخابات بالذات لا يزال العامل الداخلي يتقدم على العامل الخارجي يمكن للدول الخارجية أن تدعم أن تساعد أن تهيئ الأجواء لكن حاليا العنصر الداخلي يبدو هو الأكثر تأثيرا وخصوصا أن هناك أطراف داخلية قوية مثل التيار الوطن الحرور مستقبل حزب الله حركة أمل حزب التقدم الاشتراكي حتى الآن لا يوجد التوافق بين هذه الأطراف كما أنه لم نلخظ وجود حراك خارجي مؤثر حتى الأمريكيين أنا برأيه وأنا سمعت هذا الكلام من مصادر دبلوماسية أمريكية في بيروت لا يوجد لأمريكيين مرشح معين وهم لا يبذلون جهدا كبيرا لفرد مرشح لكنهم يؤقلون إذا توافق اللبنانيون أو القادة الموارد على مرشح نحن جاهزون لدعم هذا المرشح دكتور محمد ما رأيك؟ هل بالفعل العمل الداخلي اليوم أقوى من العمل الإقليمي أو العمل الخارجي فيما يتعلق بإمكانية انتخاب الرئيس؟ لماذا لا يتكرر سيناريو 2008 عندما حصل التوافق إقليمي على اختيار الرئيس ميشيل سليمان هذه المرة؟ كما ذكرت في بداية حديثي أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة تدعم أن الوفاق الإقليمي والتوافق الدولي هو حقيقة في هذه المرحلة وفي هذه الانتخابات الرئاسية أنا أعتقد أنه أمر مهم وله الأولوية للأسف يعني نقولها بصراحة مثلا الحلف القوي مثلا بين حزب الله وإيران حزب الله والملف السوري هذه الأمور لا نستطيع تجاهله نقول أنه فقط الترتيبات هي داخل البرلمان اللبناني أو داخل المجلس اللبناني لا هي ترتيبات إقليمية هناك تنافس إقليمي شديد الآن في المنطقة هناك أجندات هناك مثلا تدخل من حزب الله في سوريا مرة أخرى يجب أن لا نغفل هذه المسائل الإقليمية الهامة جدا حتى على الساحة اللبنانية الآن بسبب الاضطرابات في سوريا وبسبب تدخل حزب الله في سوريا أصبح هناك ضغط حتى على الداخل اللبناني من النازحين ومن اللاجئين وإشكاليات كما رأينا في شمال لبنان في الفترة السابقة فهذه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إذا أردنا أن نحلل الترتيبات الرئاسية اللبنانية أستاذ قاسم ما يجري اليوم في سوريا إلى أي مدى يؤثر على مسألة انتخاب الرئيس في 2008 كان هناك توافق سعودي سوري على مسألة اختيار الرئيس ميشيل سليمان اليوم اللاعب السوري مشغول بأموره الداخلية إلى أي مدى يؤثر ما يجري اليوم في سوريا على مسألة اختيار أو انتخاب الرئيس طبعا ما جرى في سوريا من انتخابات رئاسية ونجاح الرئيس بشار الأسد في الانتخابات بغض نظر عن رأينا بالنظام وبالرئيس بشار الأسد وبالانتخابات لكن من الواضح الآن أن ما يسمى محور السوري الإيراني حزب الله هو يتقدم في المنطقة يعني بعض الانتخابات العراقية بعض الانتخابات السورية ما جرى في لبنان في الأشهر الماضية واضح أن هذا المحور يشعر بأنه مرتاح أكتر لذلك هو يفاوض من موقع القوي القوى الأخرى طبعا هي معروفة كمان لها علاقات بالسعودية أو بالأمريكان أو بدول أخرى قوى 14 أزار هي الآن في موجودة لكن نحن الذي حصل في لبنان في الأشهر الماضية أنه نوع من توافق داخلي بدعم خارجي على تشكيل حكومة المصلحة الوطنية تشكيل حكومة المصلحة الوطنية جعل الوضع اللبناني خارج التأثير المباشر للوضع السوري يعني الآن نحن رغم الوضع السوري وتدعياته هناك نوع من الاستقرار الأمني في لبنان طبعا صار في انتخابات وشارك السوريون في الانتخابات لكن لم تحصل أحداث أمنية خطيرة خلال الأشهر السلسل الماضية مع التوقف والتفجيرات وبعد حسن معركة القلمون ويبرود نحن الآن برأيي لبنان الآن يعيش مرحلة انتظار لذلك يمكن يكون هذا العامل متغيرات التي تحصل في المنطقة يمكن تؤثر لاحقا على لبنان انتظار ماذا تحديدا؟ لكن لا يبدو الآن انتظار أولا مفاوضات السعودية الإيرانية أنا برأيي هذا عنصر مهم المفاوضات الأمريكية الإيرانية والدولية هذه عناصر يمكن أن تؤثر لاحقا على الوضع اللبناني لأن الأطراف الداخلية قبل أن تحسن قرار لأن هناك سؤال الآن في لبنان لماذا حتى الآن طيار المستقبل لم يبلغ العماد ميشيل عون عدم موافقته على ترشيحه واليوم هناك بعض الأوساط الصحفية تقول نقل عن مصادر في طيار المستقبل أن الرئيس الحريري وطيار المستقبل مستمرون في الحوار مع العماد ميشيل عون وهم سيتابعون هذا الحوار كأن هناك من ينتظر ما سيحصل في المنطقة لكن أنا برأيي أن الأوضاع في المنطقة لن يكون لها تأثير ميكانيكي على الوضع اللبناني التوافق الداخلي اللبناني في هذه المرة هو العنصر الأقوى في التأثير سواء على الموضوع العمني أو السياسي أو أي شيء وما خصل من تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤشر أن هذه الأطراف الداخلية التي كانت تتصارع فيما بينها في لحظة ما وافقت على الحكومة تم وقف الصراع في طرابلوس تم إنهاء المشكلات الأمنية على الحدود البقاعية والشمالية وأصبح لبنان يعيش نوع من استقرار أمني ولحظنا اليوم أن الوزير جون كيري ركز كثيرا على الموضوع الأمني طبعا موضوع اللاجئين السوري قضية لها أبعاد أخرى لكن من الواضح أنا برأيي الآن أن الأطراف الداخلية تلعب دورا مهما في تحديد أفق المستقبل بانتظار يمكن ما سيجري في الخارج من المفاوضة طيب دكتور محمد سعود إليك بعد قليل لأسألك عن مسألة المفاوضات السعودية الإيرانية أو بداية مفاوضات سعودية إيرانية إلى أي مدى هذا العام المؤثر على مسألة اختيار الرئيس في لبنان ولكن دعنا نستعرض بعض المشاركات التي وردت من السادة المشاهدين محمد الطيب يقول لا يمكن التوصل الاتفاق في لبنان إلا إذا استقرت الأمور في دول الجوار وخاصة في سوريا علاء الأغر يقول لا يوجد أي حل في لبنان سوى عن طريق نزع سلاح حزب الله سلام عادل يقول هل تستطيع القوى الإقليمية فرض إرادتها على الأطراف اللبنانية من أجل التوافق على رئيس الجمهورية ستار الفيلي يقول على السياسيين في لبنان التوحد وانتخاب رئيس جديد بعيدا عن الضغوط الخارجية أحمد زايد يقول الأطراف الدولية وخصوصا الأوروبية لن تزيد النار في لبنان إلا اشتعالا من أجل مصالحها الشخصية سمير سمعان يقول الإيران هي التي تسيطر على لبنان ولا يمكن التوصل لتسوية إلا بالاتفاق مع طهران أخيرا محمد الدراز يقول حل الأزمة السياسية في لبنان لن يتم إلا بخروج حزب الله من سوريا أعود إليك دكتور حارثي لأسألك عن المسار السعودي الإيراني هناك الآن محاولات ربما تمت دعوة وزير الخارجية الإيراني للسعودية هناك حديث عن أن هناك ربما مسار للتفاوض بين السعودية وإيران إلى أي مدى برأيك هذا المسار يؤثر على مسألة اختيار الرئيس في لبنان إذا لم ينضج هذا المسار بالكامل هل يمكن أن تستمر هذه الحالة في لبنان على ما هي عليه إلى فترة طويلة؟ وفي الحقيقة موقف المملكة واضح ومعلن وصريح المملكة لا يوجد لديها حلف عسكري داخل لبنان هي نعم تنسق تدعم الحكومة اللبنانية تدعم الدولة اللبنانية المملكة لا تدعم طرف في لبنان على حساب الأطراف الأخرى هذه سياسة واضحة لا تدعم تيار المستقبل؟ ترسق مع تيار المستقبل تدعم تيار المستقبل كحليف سياسي لكن ليس كحليف عسكريا لا تمد تيار المستقبل بالصواريخ وبالتدريب العسكري وبالميليشيات وغير ذلك الموقف من إيران المملكة ترحب بأي تعاون يؤدي إلى الاستقرار معروف موقف إيران تجاه البحرين معروف موقف إيران تجاه اليمن وتدخلها بدعم الحوثيين معروف موقف إيران داخل العراق معروف موقف إيران في سوريا وكذلك الداخل اللبناني فلا شك أن المملكة إذا إيران غيرت من مواقفها وعطت رسائل تطمين لدول الخليج كافة وليس للمملكة لا شك أن هذا يدعم الاستقرار في المنطقة وهذا ما تنشده الحكومات والشعوب العربية في المنطقة لكن إذا استمرت إيران في التجيش الطائفي وفي التحالف مع الحوثيين من جهة وفي تحريك الطوائف الشيعية أو بعض أبناء الطوائف الشيعية في المنطقة وفي دعم حزب الله دعم مطلق بدون أي تردد دعماً عسكرياً وغير ذلك ثم دعم بشار الأسد طيب ولكن كما قال الأستاذ قاسم دكتور محمد يبدو هذا المحور محور إيران سوريا حزب الله كما قال الأستاذ قاسم مرتاح مما يحصل اليوم في المنطقة هناك تقدم ميداني يحقق النظام في سوريا هناك انتخابات على المستوى السياسي نجح الرئيس الأسد يعني ليست مفاجأة كبيرة ولكن أيضاً في العراق الانتخابات جاءت لصالح هذا المحور ألا ترى أن هذا المحور بالفعل مرتاح في هذه المرحلة من التطورات التي تحصل يعني الصراع في المنطقة سجال فيه كرون وفر ربما إيران كسبت جولة أو كسبت مرحلة لكن حقيقة من باب الإنصاف كما تعرف أستاذ مهند والأستاذ قاسم وجمهورك العريض أن ما جرى في سوريا هو مسرحية أو مهزلة لا تمر على ذهن المشاهد العربي ما حدث ليس انتخابات هو يقوم بقتل شعبه بالتآمر والتواطم مع قوى خارجية بشكل كبير جداً مرة أخرى استقرار المنطقة يعتمد على تغيير الموقف الإيراني وأن يكون هناك سياسة تعطي تطمينات للمنطقة يعني الآن أقوال إيران الدبلوماسية جميلة جداً وزاهية لكن نحن مررنا بهذه الفترات مع خاتمي ومررنا بهذه الفترات مع مستر رفسنجاني نحن نريد أفعال وليس أقوال نحن في المنطقة تشبعنا بالأقوال نحن نريد الآن أفعال حقيقة يعني ما تقوم به إيران لتغيير قواعد اللعبة ولتغيير موازين القوى في المنطقة شيء غير مطمئ للمنطقة وغير مطمئ للحكومات الخليجية والحكومات العربية طيب أستاذ قاسم هل لدى الطرف الآخر طرف ثماني آذار في لبنان أي مرشح آخر غير العماد ميشيل عون هل هناك شخصية أخرى يتم الحديث عنها في هذه الأوساط قد تكون مناسبة لطرحها اسمها كمرشح محتمل حسب معلوماتي أن قوة ثماني آذار اتفقت مع عماد ميشيل عون أنه هو الذي يفاوض باسمها وهو المرشح الأول في حال أنه نجح في الحصول على دعم طيال المستقبل أما في حال أعلن طيال المستقبل عدم استعداده لدعم العماد ميشيل عون وأن يكون العماد ميشيل عون مرشح توافقي يكون العماد ميشيل عون هو الذي يختار الشخصية التي يمكن أن تمثل قوة ثماني آذار والتي يمكن أن يتم دعمها لماذا لا يتم اختيارها يعني ليش العماد ميشيل عون لازم هو الذي يختار الشخصية العماد ميشيل عون يشكل الآن هو الأغلبية المسيحية في البرلمان اللبناني هو صاحب أكبر كتلة برلمانية مسيحية في البرلمان اللبناني. ثانيا لعماد ميشيل عون في عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الجمهورية. لكن بسبب اتفاق الدوحة تم دعم لعماد ميشيل سليمان. عند ذلك تم وعد لعماد ميشيل عون أنه في الانتخابات المقبلة يتم دعمه. يعني هناك نوع من التوافق أو التحالف داخل قوة ميشيل عون. أن لعماد ميشيل عون هو المرشح الأول لديها. لكن الآن لعماد ميشيل عون يقول أنني لا أريد أن أكون مرشح تحدي. أنا أريد أن أكون مرشح توافقي. ولن أرشح نفسي رسميا إلا إذا وافق طيار المستقبل على الترشيح. في حال لم يوافق رسميا طيار المستقبل وأعلن ذلك بشكل علني. العماد ميشيل عون سيقول أننا سنبحث عن مرشح آخر. يكون العماد ميشيل عون هو من يسميه أو هو من يساعد في اختياره. هذا طبعا جزء من التوافق الداخلي داخل قوة ميني أذار. وأظن أن هذا يجعل قوة ميني أذار أكثر تماسكا وقادرة على التفاوض من موقع قوي وليس من موقع ضعيف. شكرا جزيلا لك الأستاذ قاسم قصير الصحفي والباحث السياسي. كان معنا مباشرة من بيروت. وشكرا لضعيفي من الرياض الدكتور محمد الحارثي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود. موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية. ألقاكم على رأس الساعة. اشتركوا في القناة